بعد أن تعرضنا إلى الأصول التاريخية للتربية هو تابعنا تطور النظريات التربوية عبر التاريخ وتابعنا تأثر التربية بالظروف التاريخية وكيف وصلتنا الأفكار التربوية متطورة في عصرنا اليوم وبعيدة جداً عن العصور البداية التي انطلقت منها وأن التربية بالتالي هي ككل الظواهر الإنسانية الأخرى تتطور عبر التاريخ فليست ظاهرة ثابتة الآن نمر إلى العنصر الفرعي الثاني من العنصر الثالث الكبير وهو الأصول التربوية الأصول الفلسفية ما المقصود بكلمة الفلسفة قبل ذلك؟ كلمة الفلسفة هي بالإنجليزي فلوزوفي طيب ما المقصود بفلوزوفي؟ فلوزوفي في الواقع هي كلمة تعود إلى اللغة اليونانية القديمة أي إلى الإغريقية طيب وهي كلمة مكونة من نصفين أو من سابقة ولاحقة السابقة هي فلو بمعنى الحب أو المحبة وسوفي بمعنى الحكمة وبالتالي فالفلوزوفي هي محبة الحكمة والفلوزوفر هو الفيلسوف الفيلسوف هو محب الحكمة طبعا تاريخيا يقال أن هذه الكلمة تعود إلى المفكر والرياضي فيثاغوراس فيثاغور وهو كان أحد العلماء اليونانيين القدمة فإحتاج إلى كلمة لكي يميز بها بين شخص يسلم بالظنون وبالآراء التي تأتيه كما هي وبين شخص لا يسلم بالظنون والآراء وإنما يحاول أن يبحث عن الحقيقة حقيقة الأخبار حقيقة الأشياء تجده دائما يحاول أن يعمل عقله من أجل أن يمسك بالحقيقة فالأول هو محب للظنون ومحب لمجرد الرأي بينما الثاني هو محب للحكمة أي محب للبحث فإذا اخترع كلمة فلسفة وفيلسوف لكي يميز بها ذلك الإنسان الذي لا يكتفي بما يقال له بل يسعى بجهده الخاص بتفكيره الخاص إلى أن يطرح الأسئلة وإلى أن ينقد ما يسمعه وإلى أن يفتش وإلى أن يشرح والواقع وإلى أن يحاول أن يفهم ما وراء الأخبار وما وراء الكلام المتداول وما وراء اللغة والخطاب المتداولين فمن هنا ولدت الفلسفة فالفلسفة هي حب الحكمة طبعا تاريخيا لدينا مدارس كثيرة في الفلسفة وهي مدارس عالجت التربية كما تعالج المواضيع الأخرى لأن في الحياة هناك مواضيع كثيرة جدا منها المواضيع السياسية منها المواضيع الاقتصادية منها المواضيع الاجتماعية منها المواضيع الثقافية منها المواضيع المعرفية منها المواضيع العلمية ومنها المواضيع التربوية إذن الفيلسوف هو أيضا يبحث في معاني التربية فيما المقصود بالتربية في لماذا التربية ما هي أهداف التربية كيف يمكن أن نربي لأجل ماذا نربي كيف يمكن أن نجعل من التربية أسلوب لتحرير الإنسان أو طريق لتحرير الأفراد كل هذه قضايا التربوية لذلك كما نعلم العلوم التربوية مصطلح حديث هو في الواقع يعود إلى القرن التاسع عشر والقرن العشرين لكن قبل ذلك قبل ظهور العلوم التربوية بالمعنى الحديث ما الذي كان ينظم أو على الأقل يكون أو يبني الأفكار التربوية هو الفلسفة أي فلسفة التربية طيب ما هي أبرز المدارس الفلسفية التي نظرت في الموضوع التربية أو أبرز مدارس فلسفة التربية على فكرة إلى اليوم نتحدث عن فلسفة التربية ففلسفة التربية موجودة حتى في ظل علوم التربية يعني كلاهما يسيران جنبا إلى جنب فلسفة التربية تدرس مواضيع وعلوم التربية تدرس مواضيع وكلاهما يتكاملان لكن السؤال هنا ما هي المدارس الأساسية في التاريخ التي يمكن أن نعتبرها فلسفات في التربية نظرت في الموضوع التربية وتأملت فيه وقدمت عدة أفكار في المواضيع التربوية أثرت في التربية عبر التاريخ لدينا في وقع الأمر كما هو معلن على الشاشة أربعة مدارس لدينا مدرسة فلسفية تربوية تسمى بالمدرسة المثالية لدينا مدرسة ثانية شهيرة تسمى بالمدرسة الواقعية مدرسة ثالثة تسمى بالمدرسة الطبيعية ومدرسة رابعة تسمى بالمدرسة البراجماتية سنأتي على شرح هذه المدارس وأفكارها التربوية باقتضاب شديد اشتركوا في القناة